نروح بقى الكرة في القدم وعايز أتكلم في موضوع مهم جدا نادي الأهلي والتحضير لمباراة الترجل نادي الأهلي عنده مباراة مهمة جدا مباراة 19 يوم 19 أمام الترجل المباراة الأولى في تونس مباراة تانية إن شاء الله هتكون يوم 26 هنا في القاهرة ماتشين صعبين جدا ماتش الصعود هو الماتش اللي هناك مباراة المباراة الأولى في تونس أمام الترجل التونسي بنشوف الفترة دي فيه كلام كتير بيطلع على لعب النادي الأهلي إشعاد كتير بنسمعها عن لعب النادي الأهلي بنسمع الفترة دي أصل عمر السلية وتجديد عمر السلية إعارة عمل السلية ترضية عمل السلية الوضع التاني ديانج واحتراف ديانج بنشوف ناصر ماهر بنشوف كلام عن علي معلول اشمعنا الفترة دي؟ الفترة دي ليه؟ الكلام كتير والإشعاد كتير عن لعب النادي الأهلي الناد الأهلي عنده ماتشين مهمين جدا 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 محتاج فيه التركيز محتاج فيه الدعم محتاج فيه المساعدة كنا احنا نرجع لفترة سنتين قبل كده وشفنا فترة أيام الأهلي والترجي كان وقتها في ظروف وتلعب على مشاعر الجماهير وتسخين الجمهور وقتها الجمهور اللي في تونس الناد الأهلي فهم الدرس الناد الأهلي بيقعد درس الناد الأهلي بيتعلم كويس جدا ازاي ان شاء الله هيحضر للمباراة القادمة من حيث التركيز المعنوي تحضير اللعبة بشكل كبير الفريق الأول ان شاء الله هيبتدي تدريباته يوم الخميس القادم هيكون فيه قفل تام على الفرقة منع الأحاديث الصحفية والتلفزيونية وكل ما شبه ذلك هيكون فيه تركيز كبير جدا من لعب الناد الأهلي التدريبات هتبتدي يوم الخميس القادم في الوقت ده اللي احنا بنشوف الإشاعات والكلام الكتير على لعب الناد الأهلي بنشوف التراجي التونسي دلوقتي مع الاتحاد الأفريقي بيحاول يكون فيه حضور جماهير هناك في المباراة الأولى أمام الناد الأهلي بنشوف الوداد المغربي في المباراة النهائية اللي هتكون موجودة على ملعابه هناك في المغرب إزاي بيحضر من دلوقتي علشان يكون فيه خمسة وعشرين ألف موجودين المباراة وإحنا النهاردة في الناد الأهلي بقول لحضراتكو برضو كل الإشاعات دي ملهاش أساس من الصحة كل الإشاعات دي عمرها ما تأثر على لعب الناد الأهلي ولا على الجهاز الفني هيرجعوا من الراحة الراحة اللي كانت مهمة جدا للعب الناد الأهلي خلال الفترة اللي فاتت عفوا راحة كانت مهمة جدا علشان الفترة اللي فاتت كانت مضغوطة كل تمانية واربعين ساعة بنشوف لعب الناد الأهلي ماتشات 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 فكان لازم تفصل علشان الفترة اللي جاية فترة مهمة زي ما قول لحضراتكو تاني وتالت ورابع الناد الأهلي من يوم الخميس اللي جاي هتشوف أفل تام على الفرقة من الكابتن ساد عبد الحفيز ممنوع الأحاديس فيه تركيز كبير من لعب الناد الأهلي وأيضا من الجهاز الفني علشان شاء الله ربنا يوفق لعب الناد الأهلي خلال الفترة اللي جاي